زي ما قلت كده قبل الفاصل عشان اللي ما سمعش يسمع تاني قبل الفاصل يعني كنت شاعد معنا احنا اللي بنشتغل في الاعلام الرياضي في مصر كلنا اتعلمنا من نمازج عظيمة جدا عدت على الاعلام المصري بشكل عام والاعلام الرياضي بشكل خاص هو واحد بقى من اللي بتقال عليهم من الرواد الناس اللي بدأت الناس اللي بتبدأ دايما بتلقائيا وعندونا عمد انت بتلاقي نفسك بتكمل وراهم بتحاول تعمل زي ما هم عملوا بتحاول تعمل اللي هم عملوه لعل وعسى تنجح النجاح العظيم الباهر اللي نجحوه واحد من اهم اهم الناس اللي مرت على الاعلام الرياضي المصري واحد من الاسماء اللي بدأت دايما تدلوقتي عمدت تسمع الستوديو التحليلي الستوديو تحليلي امبراطي مش عارف ايه حتى في الوطن العربي مش بس بتكلم على حدود مصر يعني الناس اللي بدأت الستوديوات التحليلية في الاعلام المصري والعربي واحد من اهم الناس واحد من اول الناس اوائل الناس وهو اول واحد تلقائيا يعني الاعلام القدير الاستاذ الكبير الاستاذ حسام الدين فرحات رئيس قناة النين الرياضة الاصبك والاعلامي الكبير يا فندم مشرف ومنور وجودك الله يخليك الله يخليك انشكر جدا الاستضافة اولا ثانيا الكلام الجميل اللي حراك بتقول يا فندم دا احنا وحشنا السودة اصلا والله العظيم وحشنا السودة الله يخليك اكبر حضرتك كله بخير الحمد لله الحمد لله الحكاية كانت حلوة ووقتها الميزة دايما بقول وقتها حتى في اي حاجة تنقل على التلفزيون سواء او غير رياضية ان انت الشعب المصري كله مجتمع عليك انت يعني اللي هو الناس كلها بتسمع صوتك انت عايز اعرف اللحظات دي انا ارجعك شوية عشان ارجعك كمان دايما السلام مشاهدين بيحبوا يرجعوا معانا للماضي الجميل ده الحكاية دي بدأت ازاي فكرة استوديوهات تحليلية في مصر دي بدأت ازاي هقول لحضرتك الفكرة يعني قديمة احنا كنا بنستخدمها في ازاعة شباب برياضة عظيم طبعا اللي هو ما بين عند التنقل من ملعب الى ملعب اخر كان ايه لما كنا مثلا بننقل في وقت واحد ست ماتشات فكان بيبقى في صعوبة انك تعلق من كل ماتش من الستة وإلا ده هيجي على حساب يعني الاخالة اهمية هيجي على حساب المهم صحيح فكنا فكرنا في انه يبقى موجود في البوينت في الملعب محلل او زميل يددنا تقرير تقرير صغير دي او نصف او دقيقتين من هنا بدأت فكرة التحليل عظيم والفكرة دي تطورت حتى انه لما قالوا بقى يلا قناة النيل الرياضة ايوه سنة 98 اه يعني فكرت انا وزملاتي طبعا معايا الاستاذ عب فتح حسانون طبعا استاذ كورش والشلت بقى الشلة الطليعية لقناة النيل الرياضة طبعا فحطينا الفكرة وكانت براقة الحية في الاول خالص وبعدين كنا نعمل عليها بروفات قبل ما نطلع هوا كنا نعمل بروفات كده على يعني تمثيل ننتحل صفات ونتكلم ونتنادي على بعض ونعمل ونكلم زمنا في الملعب ونقوله اعمل لقاء دلوقتي مع فلان فيجيب فلان على الهوى ويعمل معه لقاء يعني نشوف الحاجات دي من سنة 98 طبعا عشان بس اوضح للسادة المشاهدين امكانيات مختلفة تماما عند الامكانيات اللي موجودة دلوقتي فاكيد كنت بتواقع وبتواقع صحابات جمع في موضوع الامكانيات كتيرا جدا لانه هندسيا احنا عندنا هندسة يعني عباقرة طبعا في الهندسة الاذعية والتلفزيون والتفاصيل الصغيرة فبقوا يعني احنا نحلم ونقول يا جماعة هل الامكانية دي موجودة يخلقوها الله يعني مثلا نفكرك بأيام كنا ننقل اكثر من ماتش في ازاعة شباب بورياط هارجع تاني يعني فكنا يعني مش معقولة لما عمل اكثر من نقطة في مباراة واحدة زي ما عملناها تسعة وتمانين في اخر ماتش قبل مصر تتأهل كسر العالم تسعين الله كان مصر الجزائر فالأستاذ حمدي كونيسي قاعد معنا كان رئيس قناة النيل الرياضة وانا وحمد دليسي وقال لنا انا عاوز حاجة جديدة فمخمخنا كذا وقلنا ممكن نعمل من ماتش اكثر من فاينت ثلاثة فاينت اربعة فاينت وقال لك طب هندسية ندي نعملها ازاي يعني عشان يدخل الموزيع اللي حطينه مثلا بين الجمعيين اه انا عاوز دخله على الهاو يدخل ازاي ففكره قاله طيب عشان ما نعملوش مون اه فاينت هندسية لفي صعوبة في عملها قالك يلبس راديو صغير يعني ياخد من ودنه من الراديو وراديو في جيبه تمام اخي ببشرين الراديوات على حسابنا ويخلي الراديو في ودنه وانت اشتريت على حسابك عشان تنجز المهمة تنجز المهمة بالظب اي عشان انا ليه ليه بحب اسمع التفاصيل يا فندم اي عشان برضو دايما بقول ربنا ربي اديكم جميعا كل الصحة بس انتو اللي اشتغلتو في الصعوبات يعني احنا برضو بنشتغل في حاجات مريحة وسهلة واللي بنحلم بيه بنتمناه باللاقيه لكن انتو اشتغلتو تقريبا مفيش امكانيات ده ده كان العصر وقتها يعني كان امكانيات وليه لا جد طيب